في جلسة بمكتب الحزب الراديكالي الإيطالي يعتبر النظام الإيراني أكثر دولة في العالم في تنفيذ أحكام الإعدام قياسا إلى تعداده السكري أعلنت جميعا لا تمس قبيل الداعية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بشأن وضع حقوق الإنسان والإعدامات في عام 2014 أعلنت أن النظام الإيراني يعتبر أكثر دولة في العالم في تنفيذ أحكام الإعدامات قياسا لا تعداده السكري وتم تقديم هذا التقرير خلال مؤتمر وقيم في الحادي والثلاثين من تموز عام 2015 بمكتب الحزب الراديكالي الإيطالي وجمعية لا تمس قبيل وأشارك المؤتمر كل من ساندرو كوتزي مساعد رئيس الوزراء وأندراء أورلاندو وزير العدل الإيطالي وماركو بانيلا زعيم الحزب الراديكالي ورئيس جمعية لا تمس قبيل وإلزاباتا زانباروتي من مسؤولية هذه الجمعية وقدم سرجو ديليا الأمين العام لجمعية لا تمس قبيل التقرير السنوي لهذه الجمعية وصرح بأن مجيء الملاروحاني لسدة الحكم لم يعالج شيئا سوى تصعيد العدامات بحيث أن ألفي سجين في إيران قد تم عدامهم منذ ذلك اليوم في حزيران يونيو عام 2013 وإلى الآن وضاف تم تصعيد عدد العدامات المسجلة في المنتصف الأول لعام 2015 بشكل ملحوظ وتجدر الإشار إلى أن هذه الأعداد تتعلق لبيتها بما قام به النظام الإيراني وإذا استمارت هذه الوطيرة بهذا الشكل فإننا سنواجه في نهاية السنة رقم قياسيا لتنفيذ عقوبة العدام وعرب ساندرو كوتسي مساعد رئيس الوزراء الإيطالي في تسريحاته عن قلقه بشأن تسعيد موجة الإعدامات في العالم مقدما تقديره لنشاطات جمعية لا تمس قبيل من أجل إلغاء حكم الإعدام وبعث أيضا سرجو ماتاريلا الرئيس الإيطالي برسالة إلى هذا المؤتمر معاربا فيها عن تقديره لجهود ماركو بانيلا رئيس جمعية لا تمس قبيل في نضاله من أجل إلغاء حكم الإعدام في العالم واستندت الزابتة زنباروت في مقابلته مع قناة الحرية إلى تقرير قدمته جمعية لا تمس قبيل والذي يؤكد على تنفيذ أحكام الإعدام من قبل نظام الملالي وقالت يجب أن تكون مسألة حقوق الإنسان مسألة تتمحور في كل تعامل مع النظام الإيراني واردفت قيلة وفقا لإحصائية سجلت جمعية لا تمس قبيل لأن تسعيد حالات الإعدام في عام 2014 ومنتصف عام 2015 بالعالم هو نتيجة زيادة الإعدامات في إيران وطبقا لإحصائية سجلناها أنه على الأرجح أن يصل عدد الإعدامات عام 2015 بإيران إلى ما يقارب ألف حالة اشتركوا في القناة